أبقلك بعدي أهدي سلطانة أهدي يا سلطانة فكري رح تخصوا مني ما رح تقدروا إنه تقتلوني سلطانة شمك موسيقى 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 انت بي انت رح تحرق حالي نخيلك يا ربي شو هتدخني هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم سلطانة موسيقى سلطانة 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 خذي هاي من ايدي سلطانة سلطانة على مهلك يا سلطانة وينكن يا بنات؟ شو بعدكن نايمين؟ يلا فيهو خير سلطانة موحسن شو عم يصير بالجناح يا خانوم؟ روح يجي بكاسة ميلة السلطانة يلا تحركوا بسرعة وطلعوا لي هالبخور لبرة اتخني عبة الغرفة كلها خذي هاي ورميها وانتي فتحي الشبابيك السلطانة ما هم تقدر تتنفس يلا تحركوا مين انت يا خانوم؟ وشو اللي جابك لهون؟ سلطانة؟ انا موجودة هون لخدمتك انتي اجيتي لهون مشان تقتليني محيك؟ اني بعتوكي؟ بعتوكي يمشي عن خلطي علييه؟ محاشة يا سلطانة؟ روحي منوشي فوراً! ملعي! ملعي! سلطانة انتي تعبانة كتير ولازم ترتاحي وأنا رح روح نادي الحكيمة السمبل ما فيني ارتحتوا المرفخ رية هون لو ما انت يجيت كانت ناوية تقتلني شو هالحاكي يا سلطانة؟ كانت عم تحاول تنغزك أنا شفتها بعيوني مستحيل تتجرق أن أنت شو عرفك؟ بجوز تظاهرت بهالشي وقت شعفتك أشيت؟ أنا ما بظن هاد الشي يا سلطانة لو مظبوط هالحاكي كانت قتلتك من وقت طويل سلطانة خير إن شاء الله ليش هي التجهيزة؟ أنا حابة إنه نقرأ قرآن كريم هون بجناحي ورح ندعي كمان وإنتي لازم تكوني معي أكيد يا سلطانة أنت كمان أسمعان أنا جاهزة سلطانة هويام سلطانة هالجلسة ليش بدك تساوية بجناحك؟ ما في أي سبب محدد بس قرأة القرآن تنشر الطمأنينة والهدوء بالأسر سلطانة زينب خانومي اللي خبرتك عنا واقفي برة وعم تنتظر أوامرك ماشي خليها تجي يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الله يجزيكي الخير يا زينب خانوم الله سبحانه من عالي سما يحميك ويحمي أولادك يا سلطانة آمين آمين سلطانة خير إن شاء الله شاهين آغا شو جاية تساوي عندي حابب حكيكي بموضوع كتير مهم سلطانة قبل شوي السلطانة شهر زاد فخري يا خانوم جهزي الحمام فورا أنا شوي تاني وبيجي تحت أمرك يا سلطانة اكمل من شوي أجيت من أسر السلطانة شهر زاد حضرتها طلبت إنه تشوفني والسلطانة خديجة كانت موجودة إن شاء الله ما تكون خفت وقلت لهم حقيقتي اللي صارها داك اليوم مع السلطانة خديجة حاشا يا سلطانة أنا مستحيل إني خون حضرتكن ولو على قطع راسي عرضوا علي إتفاق إنه روح لعند مولاي السلطان وأطلب من جلالته إنه يعزلني من وظيفتي ومقابل هشي رح يعطوني دهب كتير وإنت شو كان ردك؟ عطوني مهلة لبكرة يا سلطانة وأنا لازم قرر بأسرع وقت ممكن وإذا أنا رفضت أكيد رح يقتلوني شو رح ساوي بهاي البلوة؟ بترجاك يساعديني أصحك تتراجع يا أغا ما فيهم يقتلوا بواب الأصر وله السبب هن بعتوا وراك وعرضوا عليك هذا الاتفاق رح تبقى بوظيفتك لا تقلع السلطانة خديجة متدايقة كتير لو ما منعتى السلطانة شهر زاد كانت أمرتهم بقتلي لازم تعرف إنه وظيفتك كتير مهمة أكيد هن بدون يعزلوكم شان يحطوا واحد من رجالهم يا أغا وهالشي مستحيل أنا بعرف منيح شو عم يدور براسهم هلا يلا يا بنات استعجوا شوي بالشغل سلطانة سلطانة إذا حضرتك ما عندك قوامر تامي فيك تمشي استني طلعوا إنتوا يلا مو عرفاني شو صار لي مبارح حتى مو متذكرت تفاصيل ابنوب قالوا لي إنه انقصتيني من الموت مرة تانية طلبي اللي بدك يهمني سلطانة طلب الوحيد إنه حضرتك تو ساقفيني وتعتبريني خادمتك المخلصة أنا واثقة فيكي فخرية وإلا ما كنا تبخليكي هون المهم بدك تروحي عقودتك إي يا سلطانة تصبحي على خير تلاقي الخير كالتون بعتيلي سمبول سلطانة شو صار يا سمبول رح تتأكدت إنه فخرية خانم راحت على غرفتها فخرية خانم يا سلطانة مو بقودتها لازم تطلع من هون بسرعة وأنا رح روح أقطي قبل ما يشوفوني إي استني عندك بدك تجي معي فورا مستحيل ضروري ارجع الأوامر هيك بتقول يلا امشي لشوف فدلي يا سلطانة سلطانة شاهين آغة لا من تمه ولا منكمه سلطانة لا تتحركي خليكي هون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شو عم تساوي عندك أنا رح ورشي بعد لا تقرب شو عم تساوي شو عم تساوي شو عم تساوي بسم الله الرحيم شو عم تساوي شو عم تساوي سلطانة 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 تفضلي كيف وضعها هلأ يا سمول الحمد لله الحكيمة قالت انه الجرح مو كتير عميق الخانم كانت راح تموت وهي عم تنقذ المرحوم شاهين آغا تقصد وهي عم تحاول انه تقتلوا يا سمول مو هيك احكي فخرية مين انتي وشو جاية تساوي بالأسر مين كنتي عم تخدمي وشو يلي ساويتي هون لحد اليوم اسمي الحقيقي ديانا انا كنت خادمة السلطانة ناحية دوران بمانيسا ووقت حضرتها اجت لهون جابوني على الحرملك وبعدين حطوني تحت عمرت السلطانة خديجة لكن ناحية دوران هي اللي جابتك معنات وقت حدثة الحمام كنت ناوية انه تقتليني مضبوط يا سلطانة ووقت اجا سمبه الآغة فيش المخطط لانه كنت مأمورة نفز من دون ما انمسك وليش ما حاولتي مرة تانية كان في قدامك اكتر من فرصة السلطانة شهر زاد وقتها هي من عدني شهر زاد ما كانت بتعرف بحادثة الحمام يا سلطانة وقدريت ادخلت هي بالموضوع ولما عرفوا حضرتك كافقتيني اموا طلبوا مني وقتها صير جاسوسة لهم بالحرملك الله لا يوفقك الله بيعلم شو وصلتيلون اخبار هاي الخاينة بتستاهلين قطع راسها فورا كاملتي انا خايني لك انا قديش صار لي هون بحياتي ما مر علي مرة متلى كيف ما قدرت اكشفها للخانم الله لا يوفق قدرت تضحك علي لأ وخلتني اتواسط له كمان والله انا خجلان كتير من حضرتك يا سلطانة الموضوع صار وانتهى يا سيمبول المهم هلا نشوف شو بدنا نعمل بالي بيك عم يحقق بالموضوع يا سلطانة بس اسمحيلي على التطفولي معقول بعد كل اللي عملته فخرية خانم نرجع نوسق فيها متل الاول اذا كان الشخص بوقت من الاوقات عدو اليك وبعدين صار صديقك وساق فيه لانه مستحيل يرجع يخدور فيك واكبر مثال على هذا الشي انت يا سيمبول اغا وكنت واقف ضدي وهلا انت جنبي حضرتك بتقرر لي هذا الشي يا سلطانة بس اسمحيلي يقولك انت لازم تكوني حذرة منه لانه سلطانة بالي بيك كيف اغا من الاغوات بيدخل عالحرملك من دون ما حدا يشوفه وبكل جرء بيقتل البواب شاهين اغا وبيعتدي على جاريتي بهالسهولة انا بنفسي عم حقق بالموضوع سلطانة بالي بيك ثقتي فيك كبيرة لازم نعرف مين وراهم اذا هن نقدروا يفوتوا عالقصر بهي السهولة معناته حياتنا كلنا رح تكون بخطر سلطانة انا حكيت مثل ما قلتلي بالطبع رح خليون يوقعوا بالحفرة يلي هن حفروا لنا ياه بس للأسف قتلوا اهم رجالي شاهين البواب الله يرحمه ويغفر له كان يخدمني بصدق واخلاص هلأ رح يحاولوا يعينوا اغل الباب من طرفهم يا سلطانة اصلا هذا هو هدفهم هاد مو مشكلة انا مستحيل اسمح بهالشي حكيلي لشوف شو قصة السحر الاسود صارحة خانم ساوت لك سحر بس انا ما بعرف شو هو يا سلطانة بس اللي بعرفه انه هاد السحر كان يخليكي تشوفي كوابيس وتدايق اي طول الوقت وتحسي حالك انك مشلولة لهون وصلت وساختون سلطانة وصل اصلا اغى على الاسر متل ما امرتي حضرتك سلطانة سمبو الاغى حكالي عنك حكي منيح الله يخلي لسمبو الاغى مولاتي ان شاء الله يكون قد المسئولية اصلا اغى انا قررت اعطيك اليك بالذات وظيفة مهمة كتير ومقابل هالوظيفة ما بدي منك شي غير الاخلاص احيانا رح اطلب منك لا تشوف ولا تسمع واحيانا بدي تكون عيونك مفتحة وتخبرني بكل شي بصير انا روحي في داك يا مولادي السلطانة بتمنى اني يكون عند حصن ظنكم روح هلا على قوتك وانتظر خبره كيف ما خاف يا سليمان اغى البوابين انقتل بالحرم لك وانت بتعرف شو عملوا معي حمضل بجناحي من الخوف الحرم لك انت عمديري يعني كل شي بايدك وبالرغم من كل شي ما عم تنتهي المشاكل ياه يام سليمان هي هي المشكلة اصلا السلطانات متضايقين لاني انا عم دير حرم لك القصر عم بيقولوا كيف ممكن اتدير الحرم لك واحدة مثلي جارية سليمان انا كتير اسفة ما بحب اشغلك بالك بهالامور انا رح رتب الوضع ما بقى رح تصير اي مشكلة ورح ااخد كل التدابير يلي تضمن استقرار الحرم لك بس لازم نعين اغى بوابين جديد باسرع وقت ممكن هالموضوع لا تشغلي بالك فيه في واحد اسمه اصلان اغى عفيفة خان ومسمبل اغى كتير مدحوا منه متربي بمدرسة القصر ومخلص كتير بالشغل اذا لسه ما لقيت واحد انا خلص عينت اغى جديد بالله مين بيكون مرجان السلطانة مرجان اغى اجيت مخصوص مشان شوفك حبيت بارك لك بمنصبك الجديد مسؤولياتك صارت كتير كبيرة الله يكون بعونك امين يا سلطانة شرف كبير لاليني يخدمكن يا سلطانة ويام عن اذنك يا مولاتي الله لا يردك لسه ناقصني يجي واحد سعلوك متلك يتأمر علي سمبل لا تهتم فيه في عنا امور اهم من هالسخافات بترجعك تسامحيني يا سلطانة سلطانة رستم باشا من شوي بعد خبر كتير مهم قال حكى مع فريال خانم ووصل الرسالة وانه اليوم بالليل رح يتم الموضوع وهذا الشي هو كتير واسق منه عندي معلومات مهمة نحن عرفنا مكان دهب ابراهيم باشا انت ما خيبت ثقة فيك يا رستم باشا وفرحتني كتير بهالاخبار الحلوة وانا مقدرة الجهدة الكبير هلأ شو رح يصير يا باشا انت عندك فكرة للأسف يا سلطانة ما بعرف مخطط بس اكيد هني رح يرتكبوا شي غلط السلطانة خديجة ما رح تعرف تتصرف بالموضوع والسلطانة شهرزاد اكيد هي بصفة بس ما بظن لطفي باشا بيعرف شو يعني السلطانة خديجة مفكرة تحتفظ بالدهب الى الحالة هذا اللي بظنه واكيد رح تستخدمه لحتى تنتقن من حضرتكن اما السلطانة شهرزاد اللي بهمه وضع لطفي باشا ونحن بهمنا انه نتخلص منن كلن وهي الفرصة اجت وضروري انه نستغل لهم مرجان صار بواب القصر يعني صحيح بواب القصر مهم يا سلطانة بس الشي الاهم ياللي عم بيصير جوها هلأ اذا اعترضنا رح يعملولنا مشكلة ولهالشي رح نستنى شوي رح يروحوا كلن مو بس هو السلطانة شهرزاد والسلطانة خديجة نهايته انقربت انت شو بتقصد معلومك انا اللي زمان عم دور على ذهب ابراهيم باشا الضائع واخيرا عرفت وينه وين طلع؟ متل ما حضرتك اتوقعتي بالأصر والله يا مولاتي سلطاناتنا قدروا يحافظوا عليه كتير منيح وانت شنون متأكد من هالموضوع يعني؟ اليوم كان في مزاد بالسوق يا سلطانة وكانوا عم يبيعوا فيه مقتنيات المرحوم ابراهيم باشا الخاصة ويا دوب بلش المزاد بيجي شخص وبيشتري كل المعروض بالمزاد والمشتري السلطانة خديجة دفعوا مقابل لغراض 16 ألف قطعة دهب وطبعا السلطانة على حصة من سروة السلطان وفيها تدفع أضعاف هذا المبلغ بس عادة أي مبلغ بينصرف من الأصر المفروض يتسجل حتى لو كان قرش واحد لازم يتدون هون ليش هدولنا فيه انضبط؟ طيب ممكن تكون تدينتون من شي حدا؟ علا بيجوزوا تكون أخذ دهب من الصراف اليهودي بس هالتصرف خطير كتير وما بتوقع أن تتجرأ عليه يعني ما في حكمال داني قلتلكون دوروا بالأصر ولا تتركوا زاوية إلا وتفتشوه سلطانة هني أكيد مخبين الدهب بشكل منيح لهيك ما لقيناه رستون أوحا هالحكي يلي حكيناه يطلع براتنا هالدهب لازم نحنا يلي نلاقيه فيه طريقة تانية لها شي سلطانة نحن ما راح نروح لعند الدهب راح نخلي الدهب يجي لعناه اشتركوا في القناة